معانا الأستاذ أحمد من القاهرة أستاذ أحمد عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم أستاذ أحمد ممكن بعد إذنك أستاذ أحمد أستاذ أحمد ممكن بس توطي التلفزيون وتسمعني من التلفون لو تكرم تسلم عينيك يا غالي الله يقول ليك أستاذك دكتور عليك الحمد لله فضل ونعمل هم كلنا بنحق بحضرتك وبننتظر ببنامج بتاع خضرتك والناس العاملين المخلصين اللي معه حضرتك في الإعداد والوضع علينا الله يستورك يا رب الله يعز حضرتك ربنا يخليك تفضل يا أستاذك الله يعزك وربنا يجعلنا أيام مباركة علينا ببركة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وكمان امتصار اكتوبة إشار مليان بخير الله يكرمك يا سيدي تفضل يا سيدي الجزء الأول من السؤال من يه؟ طيب حضرتك بتسع عن شهادات فلوس الشهادات الشهادات اللي استسمار طيب فلوس الشهادات لأن في جزء كان قطع بس الشهادات ايه تاني؟ ده جزء الأولين جزء التاني جزء التاني من السؤال أنا حضرتك فينا الظلمين يعني معلش حضرتك عايزين نتعلم دعاء عاملين ندع عليهم اللي هم حزب الله ونعمل وكيل لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني بعد الانتقام منهم فإيه اللي نضع ندعى أجاوبك يا سيد أحمد أجاوبك يا سيد أحمد أول حاجة تفضل يا سيد أحمد أريد حاجة تاني تفضل يا دكتور شكرا يا دكتور على رأسي يا غالي بص يا سيدي بص يا سيد أحمد الله يعزك أول حاجة إحنا خلاص استقرت الفتوى والأمور استقرت خارس إن شهادات الاستثمار ده نوع من أنواع التمويل والريع ما تقولش بقى فوائد ما فيش فوائد خالص شهادات الاستثمار ما فيش فوائد ده الريع اللي جاي لك منها ده جائز لأنه الريع جاي من عملية التمويل أنا مولت مشروعات البنك وأخذت ريع من هذه المشروعات خلاص انتهت القضية الحاجة التانية بقى يا سيدي أنت سبحان الله أنت عندك فرصة ذهبية فرصة أنا بسميها فرصة نورانية فرصة ربانية أن أنت تدعي وربنا يستجيب لك بدل ما تدعي عليه وانت بتقول أنا عايزه ربنا ينتقب لي منه طب ما في حل تاني إيه الحل التاني ادعي نفسك يا سيدي إيه لأن ربنا سبحانه وتعالى يغسل قلبك من الواجع ادعي يا سيدي أن ربنا يفتح عليك ادعي ربنا سبحانه وتعالى واسع عليك بمقدار ما صبرت على مظلمتك لكن أنت لازم تصبر تصبر مش معنا كده أن نتسب حقك لو أنت عندك حق طالب بي حتى طالب بي بقانون وقلح عليه بس أنت ادعي ده ربنا سبحانه وتعالى قال كده للظالم واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يبقى خلاص ناخد إحنا ليس بينها وبين الله حجاب ونستثمرها ندعي نفسنا كتير قوي 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 بأن ربنا يوسع لزقنا وأن ربنا يشرح صدورنا وأن ربنا يرايح بيرنا وأن ربنا يبرك لنا في أولادنا ويبرك لنا في منا ده أولى بكتير من أن ربنا ينتقم منه طب ربنا ينتقم منه وإنت حصل لك سعف الرزق بتخليك ذاكي كده بتخليك كمان مقبل على الله ادعي نفسك أولى من أنك أنت تدعي أن ربنا ينتقم منه